لدى تفضل سموه بافتتاح معرض الجواهر العربية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن توالي نجاحات البحرين في استضافة المعارض المتخصصة وحرص الشركات العالمية على أن تكون المملكة الحاضنة لفعالياتها الكبرى يعكس ثقة المتنامية في قدرات الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية المحافزة التي وفرتها الحكومة وأكد سموه أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تتميز بقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال تدعمها في ذلك تواجهات الحكومة الهدفة إلى تبسيط الإجراءات ومنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين وكفالة مناخ استثماريا يتسهم بالمرونة والانفتاح وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل صباح اليوم بافتتاح معرض الجواهر العربية 2015 في نسخته الرابعة والعشرين والذي تنظمه شركة إدارة المعارض العربية في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويشارك فيه ستمائة عارض من ثلاثين دولة يمثلون أرقى المركات التجارية في مجال المجوهرات والأحجار الثمينة والتحف والمشغولات الذهبية والساعات وقام سموه بقص الشريط إذانا بافتتاح المعرض ثم تجول سموه في أرجاء المعرض وما تتضمنه من أجنحة للعديد من كبريات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في مجال المجوهرات حيث أبدى سموه إعجابه بما شاهده من معروضات قيمة وثمينة تتميز بالذوق الرفيع والحرفية في الصناعة والتصميم وأكد سموه أن ما يميز مسيرة التنمية في مملكة البحرين أنها قامت على رؤية اقتصادية عصرية وأن الحكومة لن تتأخر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وتذليل أي معوقات أو عقبات قد تؤثر على توجهات البحرين نحو الريادة في مجال الاستثمار والأعمال وأضاف سموه أن البحرين نجحت في تطوير بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية وقانونية تعزز من ثقة المستثمرين وتحفزهم على ضخ أموالهم في السوق البحرينية بكل طمأنينة وارتياح مؤكدا سموه أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة ويحظى بكل الدعم والمساندة وأن جميع الجهود تنصب على توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات بشتى أنواعها وأشار سموه إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات تشكل أداة هامة في توجه الحكومة على صعيد تنويع مصادر الدخل لما لها من مردود هام على الاقتصاد الوطني في إطاره الشامل وأكد سموه أن معرض الجواهر العربية يمثل تظاهرة اقتصادية سنوية هامة تجسد على نحو ربع قرن مدى ما تتمتع به مملكة البحرين من أصالة وعراقة وسمعة إقليمية ودولية متميزة في مجال صناعة الذهب والمجوهرات وأضاف سموه أن حرص الشركات الكبرى على المشاركة في المعرض كل عام وتزايد أعدادها يؤكد نجاح مملكة البحرين في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات بما لديها من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وبنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة والاستعداد لاستضافة مختلف الفعاليات وشدد سموه على أن الحكومة حريصة دائما على تشجيع القطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره المساند لجهودها في مجال التنمية الشاملة وأن هذا القطاع يحظى بكل التقدير والمساندة وأثنى سموه على جهود القائمين على تنظيم المعرض وما بذلوه من أجل توفير المقاومات اللازمة لديمومة نجاح المعرض واستقطابه لكبريات الشركات في مجال صناعة المجوهرات وتمني أن سموه للمنظمين وللمشاركين في المعرض التوفيق والنجاح من جانبه تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد زياني ببالغ التقدير وعظيم الامتنان على الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقار حفظه الله لمثل هذه الفعاليات وبالأخص منها معرض الجواهر العربية الذي وضع اسم مملكة البحرين على الأجندة العالمية للمعارض العالمية مؤكدا بأن هذه الرعاية الكريمة تعكس اهتمام القيادة والحكومة المواقرتين باستقطاب المعارض العالمية المتخصصة وتسخير كل الإمكانيات والطاقات المتاحة لتطوير سياحة المعارض وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي لمملكة البحرين وأشار سعادة الوزير إلى أن صناعة المعارض وسياحة الأعمال أصبحت ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية وأن تطور الذي يشهده قطاع المعارض في مملكة البحرين يأتي متماشيا مع الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية للقيادة والحكومة الموقارتين الهدفة إلى تعزيز موقع البحرين الاستراتيجي والعالمي الذي حققته نظرا لما تقدمه البحرين من حوافز وتسهيلات تشريعية وتجارية ومالية للمستثمرين كما أكد بأن تطوير قطاع المجوهرات يعد أولوية وطنية تأخذ موقعا مهما في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تصب في نهايتها ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهو يقدم فرصة سانحة للتجار لتعزيز وتنمية نشاطاتهم وخلق مناخات ملائمة للمزيد من العلاقات التجارية مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم وأضاف بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تدعم معرض الجواهر العربية من خلال توفير الضمان للمشترين من المعرض بفحص مشترياتهم من المشغولات الذهبية واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الرقابة على التصميم الصناعية وحماية العلامات التجارية والاختراع المسجلة في مملكة البحرين أو ذات الشهرة العالمية من خلال تواجد إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وإدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة طوال المعرض اشتركوا في القناة بلونه الأبيض البراق احتل اللؤلؤ البحريني كعادته مكانته الخاصة في معرض الجواهر العربية الرابع والعشرين فلطالما زينت ملكة الأحجار الكريمة تيجان ملوك الشرق والغرب ولا يزال اللؤلؤ البحريني محتفظا بصفائه ونقائه اللذين يميزانه عن سائر لآلئ العالم نطلع التراث البحرين القديمي اللي كان أجداد كان سبقا يتعاملون في هالأشياء فلنطلع تجارية مجموعات من النفائس والمجوهرات ومشغولات الذهب والفضة إلى جانب الأحجار الكريمة والألماص ضمتها أروقة المعرض وقدمت بأحدث الابتكارات والتصاميم من قبل ستمائة شركة عارضة من أكبر الشركات العالمية حرصت على المشاركة كونه المعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط المعرض المتخصصة أثبت نجاحة ونعتقد يجب أن تتم تركيز فيها على أكثر من قطاع وأيضا شركة المعارض العربية هي أحد الشركات الرائدة التي كان لها باع كبير في إقامة العديد من المعارض الناجحة على مستوى مملكة البحرين وهي أيضا تضيف لاقتصادنا الوطني منذ الوهلة الأولى التي حضرت فيها إلى هنا أدركت بأن هذا المعرض هو الأطخم لذا حرصنا على المشاركة بشكل دائم مثل ما تعرفون جاهر الأربية المعروف في كل المنبس وكل الخليج بكل الشركة العوست الأكبر مارس وهناك فيه كثير طلب من خارج البلد الأكثر من البلدان يحبون تشاركونا في المعرض الجهر الأربية بسبب ناجح المعرض كل سنة أكثر وأكثر ولضمان حق المشترين فإن وزارة الصناعة والتجارة حرصت على التواجد من خلال إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وإلى جانبها إدارة الملكية الصناعية وذلك لإجراء ما يلزم من الفحوصات على المشتريات طيلة أيام المعرض الخمسة تعد النسخة الرابعة والعشرون من معرض الجواهر العربية هي الأكبر في تاريخ هذا المعرض فهي تضم كل ما يخطف الأبصار من جواهر محلية وعالمية ورعاية سمو رئيس الوزراء لهذا المعرض هي ما أطفت لسمعته رونقا وبريقا بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة